نطير اللي هي الملعب الثالث النهاردة جمهورية الشبين والسويس مرسلنا عمر النبيل تفضل يا عمر اهلا بالكابتن محمد الليثي وكل نجوم والكبار في السيديو التحليلي لدور القسم الثاني هنا من استاد جامعة المنوفية وانتهاء المباراة القوية والحماسية ما بين منتخب السويس وفريق جمهورية الشبين والكوم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مع الان الكابتن أشف خدر النهاردة مباراة يعني قد منتخب السويس سيطر واستحوذ معظم فترات المباراة لكن الكابتن اللمسة الأخيرة نهاردة عابت الخط الأمامي اللي هم هاجئين من السويس اه طبعا الاول طبعا بنحيي فريق جمهورية الشبين فريق محترم وعيبة كويسة جدا جدا بنلعاب بروح عالية اعتقد ان هم يعني يستهلوا في مكان أحسن من كده معهم مدير فني كويس لعيبتنا طبعا احنا اكيد شنا الضغوط من فترات طويلة رغم المنافسة شب شب صعبة لكن لكن مكلمنا وقلنا محتاجين بس ننهي بشكل كويس بنلعب دايما للمكسب عشان نبقى فير مع كل الفرق الملعب اكيد مش مساعدنا فريق منتخب السويس فريق بلعب كورة بيعتمد على الاستحواز مع اندوم مهارة النهاردة غيرنا من اسلوبنا ولعبنا على مفاتيح لعب شبين واعتقد الحمد لله ما كانش فيه مشاكل لكن مهم قوي بقى ان انت لما يجيلك فورص كده بالكلام اللي جالنا دوت وبتاع لازم تخلص لكن زي ما بقول النتيجة في الاخر يعني خلاص انت بتقول مش هقول مردية لكن بالنسبة ان انت بتلاحب فريق تيجيل انا بكلم فريق جمهوريت شبين فريق كويس جدا ففي الاخر خلص الحمد لله يعني كان ممكن برضو حاجة تجيلنا او تيجي علينا في اخر المباراة ويبقى فيها زيمة الحمد لله رب العالمين الفريق محتاج عندنا تحليل محتاج هدوء الفريق محتاج بدايل الفريق اعتقد ان كل الناس عارفة طب من اشتغل في اربع مباراة دلوقتي بنتكلم في مكسبين وبنتكلم في تعادلين بالنسبة للامور الموجودة واللي جينا لقيناها ده كلام كويس جدا جدا لازم من ناس تبتدي التخطط وتركز بدأ حاجة زي كده كابتان اشرف طبعا انا اتفاق مع مجلس الإدارة من الاول خالص على كده ان لازم دلوقتي احنا بنشتغل وبنعمل احسن حاجة لكن كمان مهمة اول ان احنا نشتغل للموسم اللي جاي بتنظيم بنظام في تسع لعيبة المفروض هيمشي طب وده في الكورة ده كلام يعني اعتقد الكابتان الكبار اللي في الاستيديو عارفين صعوبة حاجة زي كده انت معك لعيبة في الملعب بتتكلم اقل حاجة ستة اقل حاجة ستة في الملعب بلعبه عودهم بتخلص يعني ممكن انهم بتفين مع فرق وبتاع اعتقد الكابتان عارفين دي حاجة صعبة جدا في الكورة فلازم الناس النهاردة تحلل تبتتجيب لعيبة تبتتبع عارفة يبقى فيه امكانيات عشان خاطر فريق منتخب السويس لما نطلب منافسة يبقى فيه كواليتي يعمل الكلام ده طب القماشة اللي موجودة كابتان دي كانت يعني اللعيبة واستمرارية المنافسة لاخر الموسم يعني شايف اللي دي تقاهل منتخب السويس للمنافسة بعد كده؟ لا لا لازم تحصل تدعيم معنا وانا خلام انا مش هننفع ان نتكلم وانا نحط رأسنا في الرمل لا الناس خلالها عارفة فرقة السويس من اول الموسم والفترات اللي كان فيها مشاكل والفترات اللي كان فيها هزايم والكلام ده كله بتاعه فلا الفرقة اكيد محتاجة ما بنتكلمش فيه لعيبة كويسة في الفرقة لكن محتاجة تدعمات محتاجة بدايل محتاجة ناس تعمل فرق فده كلام ضروري ومهم عشان الفرقة تبقى شكل منافسة وتقدر تنافس وتصحى ان شاء الله بالتوفيق كابتال في قمبرات القادمة شكرا لك شكرا